حكايتنا النهاردة عن سؤال سأله عدد كبير جدا من الناس والسؤال هو ليه الفنان الكبير سعيد صالح ما أخدش حظه في النجومية زي صديقه عمره عاد الإمام اللي خرج معاه في نفس التوقيت ويمكن كمان موهبة سعيد صالح تتفوق على الفنان عاد الإمام هل تآخر نجوميته كان بسبب تقصير منه ولا كانت بفعل فاعل لو عايزين تعرفوا إجابة السؤال ومهتمين بالموضوع تابعوا معانا الفيديو للنهاية اتولت سعيد صالح إبراهيم يوم 30 يوليو عام 1938 في محافظة المنوفية لكنه عاش وتربى في منطقة السيدة زينب في القاهرة وكان والده شيخ أزهري وكان راجل شديد جدا وبالرغم إن أبوه كان شيخ وكان شديد جدا لكنه كان بيحب يدلع ابنه سعيد لأنه كان الولد الوحيد على ثلاث بنات وبعد ما والدته بدأت تشعر بالمرض والده تزوج وكانت مرات أبوه بتدلعه جدا وسعيد كان بيحب مرات أبوه جدا جدا دخل سعيد صالح كلية الأداب وتعرف لناك على الفنان حسن يوسف وبدأ يشارك معاه في المصرحيات على مصرح جمعة القاهرة وطبعا كان معاه الفنان كبير عاد الإمام صديق عمره والفنان صلاح السعداني وكانت بدايته الحقيقة في مصرحية هلو الشلبي اللي لفت نظر الجمهور ليه والنقاد والمنتجين ودوت كان عام 1969 وبعدها انطلق فنيا وحقق نظمية كبيرة جدا وعمل أهم مصرحياته مصرحية المشاغبين والعيال كبرت قدم سعيد صالح للسينما المصرية 500 فيلم تقريبا من أهمهم سلام يا صاحبي زهايمر الصبر في الملاحات سعيد صالح ما كانش بيحب يقدم أدوار كتيرة للتلفزيون عشان كده كان بيرفض أدوار كتيرة جدا وأهم دور رفضه دور سليمان غانم اللي عم ده سليمان غانم في ملحمة ليالي الحلمية اللي بعد ما رفضها عمله الفنان صلاح السعداني بالجدارة وأصبحت في ذاكيرة التلفزيون المصري والوطن العربي لكن سعيد صالح قدم عدد لبأس منه في تلفزيون المصري وأهم أعماله لقدمها للدراما السقوط في بئر سبح عوان الورد المصروية أحلام الفتاة الطاير الجو السعيد صالح مرتين الزيجة الأولى كانت من السيدة نادية من خارج الوسط الفني وأنجب منها ابنته الوحيدة هند وبعد كده انفصل عنها وتزوج من الفنانة شيماء فرغلي ابنة المطربة فاطم عيد شيماء كانت أصغر منه بكتير جدا وكانت صديقة بنته واستمر لجوازهم من عام 2008 حتى وفاته عام 2014 لما سؤل المخرج والفنان جلالي الشرقاوي ليه عاد الإمام أصبح نجم كبير وسعيد صالح مقدرش يحقق نجومية عاد الإمام جاوب وقال بكل بساطة لأن الفنان عاد الإمام عنده ذكاء اجتماعي أكتر من سعيد صالح زي مثلا سعيد صالح ممكن يعمل فيلم يكون مقصر الدنيا بالنهار ويجي بالليل يصهر مع أي حد من عامة الشعب حتى لو كان إنسان بسيط ويكون بينام في الشارع ممكن يعد معاه ويأكل على عكس الفنان عاد الإمام اللي كان يعمل فيلم بينقض فيه الحكومة بالنهار ويصهر بالليل مع رجال الدولة غير كده إن سعيد صالح كان بينقض الحكومة بشكل لازع جدا وعمل عداوة كبيرة جدا مع رجال الدولة وكمان عمل علاقة غير طبيعية مع الرقابة المصرية اللي كانت بتتلاكك ليه في أي مشكلة عام 1981 قدم الفنان سعيد صالح مصرحية اسمها لعبة اسمها الفلوس وأصنق عرض المصرحية لمح بعينيه واحد من الجمهور كان نايم التريق عليه وقال له هوا أنت جاي تنام هنا اخسل وشك وصح النوم والسوء حظه إن الشخص دو اطلع قاضي والقاضي ذاعل جدا وكتب تقرير فيه وكتب في التقرير إنه هو ألع بانطلونه على المصرح وتم القبضة على سعيد صالح بتهمة الخروج عن الأداب العم والقاضي نفسه هو اللي حكم على سعيد صالح وحكم عليه باستجن لمدة شهر وغرامة خمسين جنيه لاجن الفنان عاد الإمام قرر إنه هو يدخل لإنقاذ صاحبه وأخذ ثلاث محاميين وراحوا يزوروا القاضي عشان يلغي الحكم لكن القاضي رفض مقابلته ومطردهم من على الباب وتعادت المحاكمة بقاضي تاني وأخذ سعيد صالح براءه وغرامة من جنيه لكن سعيد صالح ما توقفش على سخرية رجال مبارك وعلى الحكومة وقال إفه شهير جدا في أحد مصرحياته والإفه كان بيقول أنا أمي اتجوزت ثلاث مرات الأول أكلنا المش والتاني علبنا الغش والتالت لبيهش ولا بينش وكان يقصد بصخريته على رؤساء مصر جمال عبد الناصر والسادات ومبارك اللي كان مبارك لسه متولي الحكم الجديد وغضب غضب شديد وتم صاحب ترخيص المصرحية وتوجهت تهمة إهانة رؤساء مصر وتسجن 45 يوم احتياطي لكن بعد تدخل الفنان عاد الإمام عند الرئيس مبارك ورجال مبارك عفى الرئيس مبارك عن سعيد صالح وفي عام 1991 كان صهران في غرزة وكان بيشرب حشيش وتم القبض عليه بتهمة تعاطي الهيروين وتم الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة لكن بعد الإفراج عنه اتقبض عليه مرة تانية لظهور أدلة جديدة وتسجن لمدة أربع تيام على زدمة التحقيق وبعد كده تم الإفراج عنه وهو قال إنه هو بيشرب حشيش بس لكنه هو عمره في حياته ما تعاطي الهيروين وفي عام 1995 كان بيعمل مصرحية في مدينة الأسكندرية كان هو وصديقه سعيد ترابيك وكان بيشربوا الحشيش هما الاتنين في شاقتهم في الأسكندرية وتم القبض عليهم هما الاتنين لكن سعيد ترابيك خرج براءة وسعيد صالح اتسجن لمدة سنة كاملة سعيد صالح كان بيقول إنه هو كان متاهد وكان مقصود بالقضية دي اللي عرف رجال الشرطة إنه هو وصاحبه بيشربوا الحشيش جوه شاقتهم وإش معنى سعيد ترابيك أخذ براءة وهو أخذ حكم لمدة سنة كاملة وكمان أخذ غرامة عشر تلاف جنيه لكن بيقول سعيد صالح إن السنة دي فرقت معاه جدا وإنه هو لما دخل السجن تعرف على مسجون اسمه عمر يوسف عمر قرب سعيد صالح لربنا جدا وخلاه يوازب على الصلاة وقراءة القرآن والصيام واتمنى إنه هو يعمل عمره لكن بعد خروج سعيد صالح من السجن عمل حج وكان كل سنة بحج وفضل يحج لمدة أربعة عشر سنة حتى توفى عام ألفين هو أربعة عشر وتوفى سعيد صالح بعده مؤصيب في آخر أيامه بالزهايمر لدرجة إنه هو همثل فيلم زهايمر مع عادي الإمام وهو كان في بدايات مرض الزهايمر وفي مرة من المرات نسي سعيد صالح السجارة بتاعته والعة لدرجة إن شايته هو ولاد ولما أخده سعيد صالح للمستشفى علشان يكشفه عليه ويشوفه إنه هو تصاب من إيه من الشقة بعد ما تحرقت اكتشف إنه هو عنده سرطان الدماغ وإنه هو في مرحلة متوأخرة وتوفى الفنان سعيد صالح في شهر أغسطس عام ألفين هو أربعة عشر عن عمر يناهز ستة وسبعين عام رحمة الله تعالى على الفنان الكبير سعيد صالح